نروح لزميلنا كريم أحمد ملع مباراة ونتعرف منه على آخر أخبار النادي الأهلي قبل بداية المباراة تفضل يا كريم فرحب بيك طبعا في البداية كابتن الكبير كابتن أيمن شوق كل الشكر يلك وكل الشكر والتحية أيضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور للنادي الأهلي يعني نقدر نقول بقى خلاص بدأت الاستعدادات من جديد لفريق النادي الأهلي سواء في بطولة الدور العام وفي بطولة كأس مصر يا رب ان شاء الله بإذن الله بنتمنى كل توفيل النادي الأهلي في المرحلة القادمة عايزين نأكد على أكثر من نقطة من خلالك كابتن أيمن يمكن نهارده مباراة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي انتعرف كابتن أيمن المباراة القادمة في كأس مصر النادي الأهلي يأخذ هذه المباراة بدون الدوليين ومن بعدها مباراة الشرية للدخان أيضا كمان ستكون بدون الدوليين فكل الجهد وكل المجهود والاختيار والتركيز كله على المجموعة المتواجدة في هذا التوقيد مع فريق النادي الأهلي فيمكن كان اختيار جيد جدا للإدارة الفنية طبعا الكابتن سيد عبد الحفيز كابتن سامي أمصان كرة القدم بلاجد كرة القدم بشكل عامل يكون فيه مباراة ودية في هذا التوقيت قبل مباراة المصري بالسلوم اللي ان شاء الله في خلال الأيام القادمة يكون النادي الأهلي مستعدلها بشكل جيد جدا ويبعد عننا الإصابات مش عايزين نقصر أي لعب خلال المرحلة القادمة خلال المباراة خلال تدريبات لأن مرحلة مهمة جدا وتلاحم كبير بدأ من هذه المباراة ومنها ان شاء الله على توالي المباراة عايزة أطمينك كمان على لعبة النادي الأهلي على الأمور الخاصة طبعا مباراة اليوم احنا متواجدين في ملعب 30 يونيو ملعب الدفاع الجوي حاجة رائعة ومميزة جدا نهاردة الأهلي في مواجهة ودية أمام فريق طبعا قوات الدفاع الجوي أحد الفرق المميزة الحقيقة طبعا ويمكن كل الشكر والتأدير طبعا بالنسبة لقوات الدفاع الجوي طبعا على هذا الأمر انهم استقبلوا النادي الأهلي هنا والتنسيق كان أعلى مستوى من كابتن محمود الخطيب وبين كل طبعا القهيدات أمر م مهم جدا في هذا الأمر احنا متواجدين كمان معالي الوزير العامير فرولا يكون متواجد النهاردة في المدرجات في المأسورة الرئيسية لمتابعة هذه المباراة مع قيادات أيضا كمان قوات الدفاع الجوي في انتظار يا كابتن أيمن التشكيل الخاص بي قال لفريقين يمكن النادي الأهلي وصل من لحظات ميشيلي أنا كون على طول كعادته طبعا يمكن تفقد أرضية الملعب ومن خلفه يكون الكابتن سامي ومصان كعادة فريق النادي الأهلي وجهازه الفني لتفقد أرضية الملعب بأكد لك على أرضية الملع رائعة ومميزة جدا الأمور طيبة النهاردة يمكن بيفقد النادي الأهلي 14 لعب مش هيشاركه زي ما قلنا في المباراتين القادمتين لكن فرصة كبيرة جدا لكل اللاعبين النهاردة كل اللعبة اللي بتشاركش خلال الأيام الماضية ومبارات الماضية فرصة مهمة جدا النهاردة هي ممكن ما يكونش مبارات قوية فنية لكن يكون فيها استفادة دهنية وبدنية وأيضا كمان نشوف الحالة الخاصة بالعابة النادي الأهلي وكل اللاعب توزيف الأماكن كل الأمور دي إن شاء الله يكون موفق فيها جدا لكابتن سامي ومص هو المدير الفني لفريق النادي الأهلي في انتظار كلنا طبعا عودة بيتسو مسماني من خلالك بقدر أقولك بيتسو مسماني النهاردة يكون متواجد في القاهرة غدا هيقدر إن شاء الله بإذن الله يكون يخود تدريبات فريق النادي الأهلي استعدادا لمبارات كأس مصر في دور الـ 32 زي ما أكدنا وإن ببارات المصر بالسلام الأمور طيبة جدا إن شاء الله بإذن الله كل جمهورنا يستمتع من خلال مشاهدته هذه المبارات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال طبعا المبارات ومن خلال لق أجواء الخاصة في ستاد 30 يوننا معك كابتن أيمان لو فيها استفسارات شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد وإن شاء الله متواصلين خلال المبارات إن شاء الله يا كريم